لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام عثم يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى ودعو سلام سلام حبيباتي كراكم دايلي إن شاء الله يا ربي قاعدكم غيروا وانسوا ما تشوفوا في هذا الفيديو مرحبا بكم الزينات مرحبا بقاع مشتركتي الوفيات واللي راه تشوفي قناتي الأول مرة رحب بها ونقل هضر بيطل الله في القناة شوفي الفيديو هات شوفي المحتوى بانتخي لعجبك ما لك تدعميني باشتراك دي تفعيل جرس هكا بشوصلك كل ما هو جديد يلا البنات نحتى شوية حماس وشوية اعتفاعل هكا باش تعاونوا القناة زي تطلع أكتر وأكتر على خاطر غير بالتعليقات تاوحكم الحلوين والدوعة تاحكم والتواصل تاحكم راكم تزيد تحمسوا فيها باش نزيد نجيب لكم غير جديد بالنسبة لبنات اللي قالوا لي بغينا تواصله معاك نقول لكم مرحبا بيكم في الانستغرام تاعي هلو غراني خليت اهلكم في مقدمة الفيديو اليوم مزلنا مع التحديات بصح التحديات عنها اليوم شباب بزافة ايا ما كلا هتراطوه اني جايبات اهلكم بفكرة ولا أرواع وقبل ما نروحوا للفيديو والشرح نقول لكم ما تنسوا ليش الجاملة بنات هكا باش الفيديو يطلع ويدي حقه في المشاهدة والتعليقات تحكم الحلوين وانت يا حبيبتي نقول لك جايبيني داك ركاست على القهوة وقع دراسك معايا هكا باش تفهمي الفيديو وملي حمله وتبدي بالحصالة ان شاء الله بإذن الله وتنجحي فيها اكيد حاجة اللولة اللي بغيت انفهمها لكم انه اي تحدي تدخلي ليه لازم انه تربطيه بالدخل التاعك انتية ولا الدخل التاع الزوج التاعك على خاطر نوضح لكم اكتر الى كان مثلا دخلتي في تحدي كبير وانتية شهرية عقليلة اللغ ما غدش تتقدري عليه وهكا يصرع لك هذا التشاؤم وهديك الارادة تاعك متوليش قوية ومبعدك هنا تقوليش ادارني باش ندير انا هاد التحدي على هدي حباباتي نقولكم اللي عنهم دخل صغير اللغ بدي غيب التحديات الخفاف حتى وهذوك اللي يزوجت يخلص مثلا حشا خفيفة يوميا مثلا اللي يدي صوم ميل ولا سيكونت ميل فالنهار تقدريه ديلي تحدي تعدو ميل مثلا ديلي تعسام ميل غني درت لكم بزائب بزائب تحديات وبالنسبة للمبتدئات كل مرة نقولكم حباباتي بدوا بالتحديات اللي كونو صغار بزائف هكا باش تعارفوا كيفاش تكملوا التحدي وديروا في بالكم بالليل فتلي تكملي تحدي تاك اللول وتحسي بهذيك شغل الانجاز اللي درتيها تتحمسي وتعلي تحدي ثاني والثالث وهكذا تكملي بنفس هذه الطريقة هذا النصائح نتمنى انكم تدوهم بعين الاعتبار بالنسبة لتحديتها عنها اليوم سوف ندروغي بالصرف اليوم جبتها لكم تبدوه بكينز ميل وتكملوا بسي كونز ميل هذه بالنسبة للناس ولا للنسا الفئال اللي راح تتواصل معي وتقول لي ما درناش كرتونة رمضان ولا خاصني باش نشري قش العيد لوليداتي ولو هذا المبلغ ما غادش يكون كبير بزاف صراحة ما يقدر انه يشري لقش العيد لولادك ولا يخلق سواء لحلقاته ولا حتى علش الله ما يخلقش كرتونة رمضان وبالنسبة للتحدي لبنات درت لكم الجدول كما العادة وحاجة واحدة اخرى بغيت انفهمها لكم لبنات هذا التحدي لازم انه تحطوا فيه يوميا يوميا الى درتوه لشهر الفاضل اللهم بلغنا رمضان لا ثاقدين ولا مفقودين ما الى درته كما نقوله عادي درته فقط كجدول وصي تقدري انه تحطي نهار ويوميا ما تحطيش على حساب المقدور التاعك سنقدم لكم الجدول هاكا باشتفهموا اكتر الجدول تاعنا ولا تحدي تاعنا تاعنا اليوم بالنسبة للجدول رمضان تكون من خانات في العرض رمضان درته 10 خانات وفي الطول هنا درته 6 كما راكم تشوفوا هنا رمضان درته 6 والفوقه دلنا 10 اللهم ستعطينا 60 و60 معناها شهرين هذه هي بمعنى شهرين للشهر الفاضل رمضان درته كل زوج صفوف درت لهم مبلغ معين مثلا الاول رمضان درته 150 وهي كنزميل هذه هي كنزميل نقرب لكم غاية الجدول بشيبان لكم مليح على بليل اضاءة شوية مرشيبان مليح المهم هادو زوج صفوف الوالة درتهم بكنزميل واش راح تديري طريقة عادي كتبي الجدول رحي لسقيه في الحصالة تاعك مثلا اليوم عندك كنزميل رحي حطي كنزميل تاعك في الحصالة وشطبي على الرقم 150 تقودي كما هكا يوميا تحطي كنزميل حتى تكملي هادوك زوج صفوف بعدها تروحي للمبلغ الثاني اللي هو ميتين ميتين هي ذان ميل اغلغ تحطي هادوك الفان ميل تاعك في الحصالة وشطبي نفس الشي على الرقم ميتين هذي يبعد ما نكملوه نروحوا للرقم الموالي اللي هو تلتمية تلتمية هي ترنت ميل لبنات اغلغ نحطها في الحصالة ونشطب حتى نكمل قحة ذوك اتناح شنخانة بمعنى زوج صفوف وابعدها نروحوا للمبلغ الموالي اللي هو كارنت ميل في الجدول قدي تلقوا ربعمية اغلغ نحطوا كارنت ميل في الحصالة تاعنا ونشطبوا على الرقم ربعمية بعد ما نكملوه نروحوا لآخر مبلغ كدرتها لكم هو سيكونت ميل اغلغ نحطوا هذيك سيكونت ميل تاعنا في الحصالة ونشطبوا على الرقم خمسمية بنفس هذه الطريقة نكملوا قاع الأرقام اللي رهم عدنا فهمتوني لبنت أغلغ يوميا يسي تحطي خاصة لرهم محتاجين عادة تحدي لملابس العيد ولا لمستلزمات انتع المواد الغدائية للشهر الفاضل حاجة واحدة اخرى بات ننوريها لكم مثلا يوم را عندك سيكونت ميل أغلغ وش تديري روحي شطبي على الرقم ميتين وزيدي تلتمية بمعنى ذا ميل وترونت ميل هذي كسيكونت ميل قسميها في هاد المرحلة تكوني وفرتي على روحك بمعنى انك في عود لي تحطي يومين تحطي نهار برك وانتي درتي زوج خانات وتكملي في وقت قصير بزاف هنا قدمت لكم ان شاء الله تكون الصورة واضحة هنا راني نوري لكم كيفاش تجمعوا المبلغ شوفوا لبنت كينز ميل هذي را هم تكرر في زوجة داوين 6 6 معنها 12 شا غادي نديرو 150 في 12 غادي تعطينا 1800 بمعنى 180 الف مئتين مئتين في 12 غادي تعطينا 200 الفين وربعمية 300 في 12 غادي تعطينا 3600 ربعالاف ربعمية في 12 غادي تعطينا 4800 خمسمية في 12 غادي تعطينا سيساميل هالخي نجمعوا هذي 180 مع 240 مع 360 مع 480 مع 600 الف غادي تعطينا مليون وثمانمية وستين الف هذي في جدول واحد فقط مليون وثمانمية تقدر انه تشتري لقش العيد لوليداتك ولا انه تشري بها مستلزمات الحلويات ولا علاش الله احتى مستلزمات المواد الغدائية للشهر الفضيل وإلا كنتي بغية مثلا تديريها في حاجة واحدة اخرى ماشي شرط رمضان ولا حتى تديريها للعيد الكبير ألغ واش راح تديري؟ راح تديري هذا التحدي تاك تكتبيه في الجدول العادي تحطيه في الحصالة تاك نورمال ألغ بعد ما تكملي قاحد الأرقام تكون يسيبون شطة بتيعليهم قاع واش راح تديري غادي تعاودي تكتبيه جدول واحدة اخر بلما تحلي الحصالات تاك في هاد المرحلة تكون يدرتي زوجة دول في حصالة واحدة وتتحصلي على الضعف انت عن مبلغ 10.860.000 هذا هو التحدي تعنات عن هاليوم طريقة بسيطة جدا لبنات وكيما راكم توفوا غيب حاجة اخفيفة برك وبالنسبة لبنات اللي يقولوا لي ما نقدروش راني نقول لكم لبنات اللي عندها دير هذا التحدي اللي ما عندهاش الديرتها ألف تعدو يميل هو صح يشد الوقت بصحياتيكم نتيجة مليحة خاصة الننساء اللي يكونوا مقلقات مثلا هم يخموا في كيفاش يكسون بيداتهم ولا هذا التحدي راه يناسبكم بزاف 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 بالنسبة لحاجة واحدة اخرى بغيت نقولها لكم لبنات على الحصالة اي مثلا حصالة ديريها ديري هدف بغيت تووصليله فيها هذي باش تحققه على خاطر الى درسيها بطريقة عشوائية نضمن لك انه ما غديش تكملي تحدي واي تحدي ديريه مشي شرط هذا ما غديش تكمليه لازم تكون عندك ارادة وعزيمة وفي اي حاجة في حياتك تكون يبغي انه تووصليلها لازم تكون عندك التفاؤل والارادة والعزيمة كما كل مرة نقولهم لكم الحيات هذي فيها الرزق الرزق يجي مقسم الى رزقين كاي الرزق اللي ربي يجيبها هنا حتى الضار بلا ما تسعي فيه وكاي اللي الرزق لازم انه نسعوا فيه هنا ووصلوا له على هذه اللبنات اللي ما تقدرش انه تدير تحديات مثلا وتقول لي كيفاش اني درت لكم اللبنات عدة مشاريع من البيت فقط ديري مشروع في دارك حقي طموحك حقل هذا في التاعك على شد لا المهم الانسان ما يقولش دايما يخمم بالطاقة السلبية ودايما يقول انا ما نقدرش وانا لا اقولي انا نقدر وجاربي وشوفي النتيجة راح تلقي كل حاجة تغيرت في حياتك على خطر اي حاجة نعولوا عليها بينصيروا بعدها ريض الله ونتوكلوا على الله رايحة نحقها باذن الله اكيد هذا هو الفيديو السعيد عنها اليوم نتمنى انه يكون الاعجابكم نتمنى انه يكون حثسكم ولو بالقليل هكا باش تبدو في التحديث عنها اليوم اي فيديوهات اي اقتراحات اي مواضيع بغيتوني ان نتطرق ليها في الفيديوهات القادمة ماليكم بغيت خلوهم لي في التعليق مرحبا بيكم لبنات اللي تواصلوا معايا في الخاص نقولكم ما تنسوش الدخل للانستغرام تاعي هكا باش تتواصلوا معايا وهدا هو الفيديو السعنات عنها اليوم نتمنى انه يكون الاعجابكم اكيد لبنات الى القيت الدعم رايحة نزيد لكم فيديوهات في الشباب غادي يعجبوكم بزاب زاب سيختوا اللي راهم يحوسوا على المشاريع الناجحة وحتى التقسيمات الشهرية على لبنات التفاعل تحكم يهمني وجم تحكم اكيد هي اللي تطلع الفيديو الى هنا حاببتي كنت وصلت معاكم الى نهاية الفيديو التاعيت عنها اليوم اللي كان غير بالصرف بديناه 15 ميل وكملناه 50 ميل وانتي درتي تحدي راحت كما نقولو تتحصلي فيه على مبلغ لبسبي الى هنا مبقى لغير استودعكم الله الى فيديو اخر سلام اشتركوا في القناة